هذه دولة الخناجر يقول أهلها إنهم أصل العرب فيهم من صفات العرب الشهامة والحمية والفرقة والقبلية إذا سمعت الأردني يقول إن الأردن لا يقبل القسمة على اثنين فاعلم أن الشمال الريفي لا يطيق الجنوب العشائري وقل هذا عن الوجه البحري والقبلي في مصر وعن السودان ولبنان وعن دول كثيرة وابدأ باليمن عرف اليمن القسمة بين جنوب وشمال فعلى مدى 23 سنة كان اليمن يمنين لن تجد هذا في شعر شاعرهم الأكبر عبدالله البردوني الفسيفساء اليمنية القبلية أعقدوا من شمال وجنوب القبلية كانت دائما تحكم اليمن وجاءت بدعة الخلاف الديني أخيرا لتعقد الأمور وقبل أن نحكي عن التاريخ الذي يصنع الآن نعود في الزمن قليلا حكمت الإمامة المتوكلية شمال اليمن وكان آخر الأئمة الإمام البدر لم يلبث في الحكم سوى أشهر وجاء الحكم الجمهوري بدعم مصر عام 62 وتولى الرئاسة عبدالله السلال قال الشاعر البردوني يصف زيارة عبد الناصر للسلال وسرق صيغة البيت الأول من بدوي الجبل لا تضيقوا فإن للشرف العالي رجالا وللدنايا رجالا لا تضيقوا إن العروبة تدري من جمال وتعرف السلال بطل الثائرين وافى أخاه والبطولات تجمع الأبطال وانسحب الجيش المصري من اليمن مع هزيمته 67 وفي العام نفسه أطيح بالسلال وفي العام نفسه 67 خرجت بريطانيا من جنوب اليمن فقد كانت تحتل عدن وما حولها لأهمية الميناء الاستراتيجية ونشأت بانسحابها دولة اليمن الجنوبي من عدة سلطنات ومشيخات عبد الفتاح إسماعيل أبرز قياداتها ومنظريها كانت اليمن الجنوبي أول وآخر دولة شيوعية في العالم العربي واصطدم إسماعيل بعد السنوات بعلي ناصر محمد فأعدم وبعد ست سنين في الحكم هرب علي ناصر محمد وأتباعه وجاء علي سالم البيض وفي زمنه انهار الاتحاد السوفيتي فسلم علي سالم البيض المفاتيح لرئيس اليمن الشمالي علي عبدالله صالح كان ذلك في عام تسعين وتوحد اليمن حكم علي عبدالله صالح ثلاثين سنة كان بارعا في التعامل مع بلد مفرداته القبائل وجارته الشمالية السعودية ولكن قبيلة في الشمال ستأتيه بما لم يكن في حسابه هم قبيلة وهم جماعة دينية هم من الزيدية أسوة بكثيرين من اليمنيين الآخرين موطنهم في محافظة الصعدة الشمالية الفقيرة امتلكوا السلاحة فثاروا على الحكم في صنعاء مرارا وجاء الدعم الإيراني فاكتشفوا أنهم شيعة ثم زحفوا جنوبا واحتلوا صنعاء عام 14 ففر الرئيس صالح وقاومهم ثم حلفهم ثم انحرف عنهم فاغتلوه في العام الموالي لاحتلالهم صنعاء عام 15 بدأت عملية عاصفة الحزم اجتمعت خمس دول لضرب الحوثيين وتحرير صنعاء منهم وانضمت خمس دول أخرى للمساندة ونالت العملية تأييد الولاد المتحدة وفرنسا رسميا بعد أشهر من الحرب أعلن اللواء السعودي أحمد عسيري انتهاء المهم بنجاح وبدأ العملية الإنسانية والآن بعد ست سنوات لا تزال السعودية تقصف شمال اليمن والإمارات تتوغل في جنوبه وما زال الحوثيون في صنعاء ومعظم اليمن الشمالي تحت سيطرتهم القتلى من اليمنيين نحو مائة ألف بحسب مصادر أوروبية مؤسسة أنقذ الأطفال الدولية تقول إن ألفين وثلاثمائة طفل بين القتلى ملايين اليمنيين تضرروا فيما وصف بأبشع كارثة إنسانية وباتباع سياسة الحصار مات خمسون ألف طفل جوعا ومرضا هذا ما قالته الشيكاغو تريبيون لليمن في التاريخ ملوك وملكاءات وسدود وبنايات لم يكن يصل إلى أوروبا أو إلى العرب تابل من توابل الهندي أو إندونيسيا إلا وقد مر باليمن هذه توابل المندي المندي اليمني يقوم بتوابله فإن صنعته في بيتك على طريقتك فقل إنك طبخت دجاجا على أرز ولا تأتي بكلمة مندي على شفتيك اليمن في صندوق المعلومة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر